طبعا الفول زيكو ، عاملين إيه من فتره قد عملت فيديو عن الدراسة في استراليا وا وتكلمنا ان الدراسة هنا في استراليا هي اسهل واضمن طريق للهجرة لو تقدر على مسارك وشرحنا كل الطرق اللي انت ممكن عن طريقها تحصل على الاقامة دائمة لستراليا عن طريق فيزا او عن طريق انت تدرس هنا في استراليا عن طريق فيزا الدراسة الفيزا 500 الفيديو مهم اوي وهيفيدك جدا لو بتفكر ان انت تيجي وتدرس هنا في استراليا وحتى تفيدنك ان انت عايز تخلص دراسة علشان تستقر وتقدم بقى على الهجرة او عقد عمل مهم يعني انت عايز تدرس بغرض ان انت اه عايز اتعلم بس انا عايز استقر واعد هنا في استراليا بعد ما اخلص دراسة مش هادرس مثلا وهرجع تاني بلدي الفيديو هيظهر لكو هنا فوق وكمان هسيبه لكو بعد نهاية الفيديو بحيث تتفرجوا لي مشوار الهجرة ممكن تمشي الوحدك وهتلاقي كل حاجة انت محتاج تعرفها في فيديوهات العملي بشرح فيها تجربتي وكل حاجة انا اعرفها ولكن لو قفت في اي حاجة وحابب ان انت تتواصل معي فهتلاقي طريقة التواصل تحت الفيديو في الدسكريبشن ولو عاوز حد يساعدك ويمشي معك مشوار الهجرة خطوة بخطوة ويبسط ويسهل عليك الدنيا جدا فهسيب ليكو تحت الفيديو لينكات تتواصلوا بها مع احسن محامي ووكيل هجرة معتمد هنا في استراليا اتواصلوا معي لو قفين في اي حاجة او عندكم اي استفسار عن اي فيزا او اي موضوع خاص به الهجرة او الدراسة او اللم الشام اي حاجة انتو بتفكروا فيها خاصة به استراليا تاني بقول ومش هزق من الجملة دي مفيش هجرة من غير انجليزي الانجليزي والمعادلة هم شرطين اساسيين للهجرة مش تنفع تهاجل لو انت مش معاك معادلة للشهادة بتاعتك او مش معاك انجليزي ودايما بقول الانجليزي هو اسهل حاجة تجيب منها نقط للهجرة خمسة وعشرين نقطة مضمونين خمس نقطة بالامتحان بتاع الترجمة الناتي وعشرين نقطة لو قدرت ان انت تجيب باند تمانية اللي هو 78 في امتحان البيتي اكاديميك او تمانية في امتحان الايلز حسب انت عايز تروح لأني فيهم انا بالنسبالي بفضل بالنسبالي كان اسهل بكتير من امتحان الايلز خاصة لو انت بتعاني في باند او نص باند يعني حاجة درجات بسيطة انت مش عارف تجيبها روح لامتحان البيتي اكاديميك عشرين درجة هتقدر تجيبهم منه بالاضافة للناتي فكده خمسة وعشرين نقطة مضمونين تقريبا اكتر من تلت النقط اللي انت محتاجها للهجرة الخمسة وستلت النقط هتقدر تجيبها بس من امتحان الناتي وكمان امتحان البيتي اكاديميك اشهر امتحان دلوقتي موجود ومطلوب للهجرة على الساحة لاستراليا كلها ومن تجربتي بنصح اي حد واقف في موضوع الانجليزي دوت مش عارف يجيب الاسكور او مش عارف حتى يبدأ اتواصل مع بيتي اي بيك احسن سنتر وي مكان اونلاين هيدربك على كل حاجة خاصة بامتحان البيتي اكاديميك طريقة الحل ازا تتغلب على الكمبيوتر ازا ترتجبع اكبر عدد من الدرجات في اقل وقت عشان تجيب الاسكور اللي انت محتاجه في امتحان البيتي اكاديميك اشهر امتحان انجليزي دلوقتي للهجرة على الساحة في اقل او اقصر وقت طيب انت عاوز تدرس في استراليا سواء بعد السنوية العامة او حتى بعد ما انت مسلا درست حاجة او درست مؤاهل في بلدك البلد اللي انت عايش فيها وحابب ان انت بقى سواء تكمل المؤاهل ده هنا او حتى بعد دراست المؤاهل ده انت عايز تيجي هنا وتدرس اي حاجة تاني بحيث تعرف تقنن وضعك هنا وتستقر وكمان تاخد الاقامة والجنسية ان شاء الله في المستقبل لو عاوز تدرس بغرض انك تهاجر لاستراليا في المستقبل لازم تخلي بالك من حاجتين اول حاجة لازم الحاجة اللي انت عاوز تدرسها دي تكون اصلا مطلوبة وموجودة والبلد هنا محتاجها يعني المؤاهل والوظيفة الحاجة اللي انت عايز تدرسها دي او المؤاهل دوت شغلته الشغلانة بتاعته او المؤاهل بسفة عامة يعني يكون موجود ومطلوب في قائمة الوظيف الخاصة بالهجرة الاستراليا اللي اسمها دي قائمة الوظيف اللي استراليا كلها بتكون عاملها وحطة فيها كل الوظيف اللي البلد بتكون محتاجها او عندها نقص فيها فانت لازم قبل ما تدرس حاجة او مؤاهل معين تتأكد اصلا ان شغلة المؤاهل ده موجودة ومطلوبة في الليستة الكبيرة بتاعت استراليا عشان متدرسش حاجة اصلا مش مطلوبة للهجرة او مش موجودة المؤاهل بتاعته في لسة الوظيف المطلوبة اصلا للهجرة الليست دي هي قائمة الوظيف اللي بتنزل كل سنة على موقع الحكومة وبيكون فيها كل الوظيف المطلوبة للهجرة للسنة المالية دي كل سنة في وظيف بتتشال ووظيف تانية بتتحطي على حسب حاجة سوق العمل هنا في استراليا فانت لازم لو ناوي تدرس حاجة تتأكد الاول انها مطلوبة للهجرة وموجودة في قيمة الوظايا بتدخل على الـ Skilled Occupation List وبتكتب الوظيفة او الحاجة اللي انت عاوز تدرسها وتشوف هل موجودة ولا لا ولو موجودة ايه الفيز اللي مفتوحة لها لازم على الاقل تلاقي فيزا واحدة من فيز الهجرة الثلاثة سواء الـ 189 او الـ 190 او الـ 491 لازم واحدة منهم على الاقل تكون موجودة تحت الوظيفة او المؤاهل اللي انت عاوز تدرسه لو ملاقيتش تحت المؤاهل ده اي فيزا من دول يبقى الحاجة اللي انت اخترت تدرسها دي فرصك انك تهاجر عليها بعد الدراسة هتكون صعبة جدا ففكر احسن تدرس حاجة تانية لو لقيت بقى الحاجة اللي انت عاوز تدرسها دي تحتها اي فيزا من الثلاثة يبقى تمام ولو لقيت الثلاث فيز يبقى هايل جدا عندك كذا فيزا تقدم عليهم سواء فيزا النقط الـ 189 او الفيز بتاعت الولايات سواء الفيزا الـ 190 او الـ 491 لو لقيت كمان الفيزا الـ 485 الـ Temporary Graduate Visa موجودة يبقى كده هايل قوي وده اللي هنقلنا للحاجة التانية اللي لازم لازم تخلي بالك منها قوي مبدئيا لو درست اي حاجة هنا في استراليا مجال او شهادة معينة لمدة سنتين او اكتر الحكومة هنا عاملة فيزا اسمها 485 Temporary Graduate Visa ودي فيزا مؤقتة بتقدم عليها بعد الدراسة هنا لو درست حاجة لمدة سنتين او اكتر الفيزا دي هي فيزا مؤقتة بتديك الحق تعيش انت وعيلتك وتشتغل بشكل قانوني بدون اي لمدة على ساعات العمل بتاعتك هي فيزة عمل مؤقتة وليها ثلاث انواع وبتديك حق الاقامة والشغل هنا لمدة من 18 شهر لستة وتلاتين شهر على حسب انت درست اي هنا في استراليا وكمان لمدة قد اي وكمان درست في انهي ولاية او مدينة هنا في استراليا انا عملت فيديو بالتفصيل عن الفيزا 485 دي هيظهر لكم هنا الفيزا دي هي اسهل طريق للهجرة وممكن عن طريقها تحصل على الاقامة الدايمة لاستراليا من كذا طريق زي ما شرحتهم بالتفصيل في الفيديو اللي هيظهر لكم هنا فوق كل حاجة عن التمبورير جادويت فيزا او 485 الفيزا اللي انت بتقدم عليها بعد ما تكون درست هنا في استراليا حاجة مؤهل او دبلوم او اي شهادة يعني بس المهم يكون في المدة الدراس دي تكون سنتين او اكتر الفكرة بقى انك علشان تقدم على الفيزا دي غير انك لازم تكون درست هنا حاجة لمدة سنتين او اكتر لازم كمان سنتك قبل ما تقدم عليها يكون 35 سنة او اقل مش اكبر من كده تاني شرط وده مهم جدا جدا ان الحاجة اللي انت عاوز تدرسها دي تكون مش موجودة في لستة وظايف تانية اسمها الدرافت CSOL دول حاليا 214 وظيفة او مهنة الحكومة كررت انها ما تديش فيز عمل مؤقتة عليهم لو اصحاب العمل قدموا لحد شغال عندهم عليها اشهر الوظائف دي مثلا الـ Graphic Designer ووظائف تانية خاصة بالادارة سواء كافية او مطعم او صالون حلاقة او كل سنتر فلازم تشوف الحاجة اللي انت عاوز تدرسها دي لو موجودة في اللستة دي يبقى بلاش احسن انت اه ممكن تيجي هنا وتدرس المهنة والحاجة دي مفيش مشكلة وتهاجر بها كمان عادي جدا على ايا من الفيز اللي احنا اتكلمنا عنها فيز النقط اللي هي الـ 189 والـ 190 والـ 491 فطريق الهجرة لسه مفتوح للوظائف دي مفيش اي مشكلة ولكن لو عاوز تمشي في الطريق الاسهل وان انت بعد الدراسة تجيب عقد عمل من شركة هنا على واحدة من الوظائف دي والشركة دي تعمل ليك Sponsorship وتجيبك تشتغل عندها بعقد عمل بحس يكون طريق الهجرة بتاعك ازهل في المستقبل يبقى اتكد الاول ان وظيفتك مش في الليستة دي وإلا بعد الدراسة مش هتلاقي اي حد او شركة هنا عندها استعداد تعمل ليك Sponsorship لان الحكومة مش هتوافق على فيز العمل اصلا لأي حد بيقدم على الـ 214 وظيفة دول حاليا الليستة دي ببساطة الوظائف اللي الحكومة مش شايفاها من وجهة نظرها ان فيها ناس واحنا خلاص مش هندي موافقة على فيز العمل للناس عليها لو اصحاب العمل والشركات قدمت لهم عليها فلو مثلا وظيفتك لو الحكومة شايفها ان الوظيفة دي السنة دي اجي عليها كمية مهاجرين كتيرة هتيجي السنة اللي بعدها انا عندي اسلا مهاجرين جم السنة اللي فاتت للوظائف دي فانا مش محتاجة اصلا اعمل للناس عقد عمل Apart People or Make Up اوفق على فيز عمل على الوظاهف دي لان انا اسلا لسه عندي مهاجرين من السنة اللي فاتت جمع الوظايف دي واكيد انا عايزة الجم اولوية اشتغلوا مش هجيب ناس من لج他们 عاقود عمل طالما عندي اصلا موجودة في البلد دلوقتي تقدر نيتشتغل في الوظائف دي الوظائف دي خلاص كده مش هيكون فيه اصلا نقص فيها انا ليه اجيب ناس من بره وديهم فيز عمل عشان يجوا يشتغلوا فترة ما انا اصلا عندي مهاجرين موجودين دلوقتي في البلد ومعهم حق العمل وممكن يشتغلوا هنا من بكرة علشان ابسط الموضوع اكتر فرضا انك جيت هنا استراليا ودرست هنا سنتين او اكتر خلصت دراسة خلاص وقدمت على الفيزا 485 اللي بتقدم عليها بعد ما تدرس هنا حاجة سنتين وبتديك حق العمل لنوضة للتمنتاشر شهر لثلاث سنين من سنة ونص لثلاث سنين وخدت الفيزا دي ومفوض ان انت بقى خلاص كده معاك حق العمل وموجود هنا لفترة مؤقتة ومسموح لكن انت تشتغل هنا في استراليا على الفيزا دي خلال السنة ونص او الثلاث سنين دول اللي انت على الفيزا دي انت هتكون على الفيزا مؤقتة لك حق العمل ولكن اول ما الفيزا دي او الثلاث سنين بتوعك دول يخلصوا لو معرفتش تزبط اوضاعك وتهاجر لازم ساعتها بعد الثلاث سنين دول تسيب استراليا الناس بقى هنا بتعمل ايه لما بيجوا على الفيزا دي خلال الثلاث سنين دول بيحاولوا يزبطوا مع شركة يشتغلوا فيها بحيث بعد الثلاث سنين دول يزبطوا اوضاعهم في الشركة ويخلوا الشركة دي تعمل لهم او تقدم لهم على عقد عمل بحيث يعودوا في الولاية على عقد العمل دو لحد ما يزبطوا الدنيا بعد كده ويعرفوا بقى عن طريق العقد العمل ده يقننوا اوضاعهم ويقدموا بعد كده على الاقامة والهجرة في المستقبل فبعد الثلاث سنين دول هم اولا دي خلاص مزبطين فيزا عمل مع الشركة دي بحيث مقننين ان هم هيعرفوا بعد الثلاث سنين دول يفضلوا موجودين هنا في استراليا ما يمشوش برا ولكن لو انت جيت على وظيفة من الوظائف دي ودرست عليها وتمام وخدت الفيزا 485 واشتغلت في شركة حتى عليها لمدة ثلاث سنين هتيجي بعد الثلاث سنين دول تكلم الشركة بتاعتك يا جماعة انا فيزتي هتخلص بعد ست شهور ما تعملوا لي عقد عمل شركة بتاعتك هتبص ايه ده ده الوظيفة بتاعتك دي من الوظائف اللي الحكومة اصلا مش هتوافق لو احنا عملنا معك لو احنا قدمنا على فيزا عمل الحكومة رفضة اصلا فبنسبة كبيرة الشركة مش هتقدم اصلا ليك على فيزا عمل لان هي عارفة ان الحكومة رفضة ان هي توافق يعني عليها ولو قدمت الحكومة هترفضها فانت كده هتبقى خلاص انت جيت عيشت هنا ثلاث سنين صرفت كمية فلوس كتيرة على الدراسة وفي الاخر بعد ثلاث سنين دول هتاخد شنطك وعيلتك وهترجع تاني بلدك لو انت جيت ودرست حاجة هنا حاجة من ال 214 وظيفة اللي الحكومة حاليا رفضة رفض تمام ان هم يوافقوا على اي فيزا عمل اي شركة او اي صاحب شغل هيقدم للناس اللي شغالة معاه عليها علشان بردك ابقى قولت كل حاجة زي ما فيه Draft CSOL Confident Off List للوظيف اللي حاليا مش بيتوافق لها على فيز العمل المؤقتة فيه كمان لستة تانية 307 وظيفة او مهنة دول 5050 ممكن يتشالوا السنة اللي جاية وممكن يفضلوا اشهرهم وظيفة الشيف ممكن السنة الجاية الحكومة تخليها وتفضل عادي توافق على فيز العمل لها او ممكن تشيلها وتبطل تدي فيز عمل او فيز مؤقتة لها فلو انت ناوي تدرس او حاليا بتدرس حاجة مؤهل او وظيفة من 307 وظيفة دول خلي بالك وتابع الليستة دي كل اول سنة هنا في شهر 7 علشان تشوف المهنة والوظيفة دي لسه موجودة ولا لا واخيرا فيه لستة تالتة confident on list ودول 183 وظيفة موجودين ولسه مطلوبين السنة دي والحكومة بتوافق عادي على فيز العمل لهم لان لسه فيهم نقص فلو هاتدرس حاجة منهم مفيش اي مشكلة وهتعرف تقدم عادي على فيز عمل مع شركتك بعد الدراسة في المستقبل فلو انت وظيفتك واحدة من الوظيف دي مفيش اي مشكلة يا بس لستة موجودة بتقول ان الوظيف دي احنا كحكومة ما عندناش اي مشكلة احنا نوافق للناس على فيز العمل لان احنا لسه شايفين ان عندنا نقص جامد في الوظائف دي حتى لو في مهاجرين موجودين احنا لسه عندنا نقص في الوظائف دي فلو وظيفتك حاجة من دول ما تقلقش امشي في طريق عادي جدا ما لكش دعاب يعني ما لكش دعاب لانا قولته ده كله انت ماشي في الطريق صح فباختصار قبل ما سيبكو لو بتفكر تدرس في استراليا علشان تهاجر في المستقبل لازم تخلي بالك من حاجتين وانت بتقرر المهنة او الحرفة او المؤهل او الحاجة اللي انت عاوز تدرسها هنا واحد لازم الحاجة اللي انت عاوز تدرسها هنا في استراليا تكون اصلا موجودة ومطلوبة في قيمة الوظائف اللي استراليا كبلت محتاجها علشان اصلا ينفع تقدم على الهجرة في المستقبل اول شرط من الهجرة كلها غير الانجليزي والمعادلة والكلام ده كله انه اصلا وظيفتك تكون واحدة من الوظائف اللي ينفع تقدم لها على الهجرة فما تجيش هنا تدرس حاجة انت اصلا مش مطلوبة عشان مش تعرف تهاجل عليها في المستقبل اثنين لازم تكون الحاجة اللي انت هتدرسها ديت مش موجودة في لستة الدرافت CSOL Confident of List علشان تعرف تجيب عليها عقد عمل بعد ما تدرس المؤهنة او الوظيفة دي هنا اتفرجوا على فيديو الدراسة اللي نزل من فترة وهتفهموا منه الدنيا اكتر انا شارح فيه كل حاجة بالتفصيل ده كان فيديو النهاردة لو عندك اي سؤال اي استفسار ستجد طريق التواصل معي تحت الفيديو في الدسكريبشن اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي والسلام